السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة فن و إبداع مع اسماء كنتم نتمنى تكونوا كاملين في الخير و على خير و أخيرا نحتاج لكم هاد الورود اللي كنتو طلبتو مني طريقة مع طريقة تزين هاد القاطو هذا نبدأ طريقة الورود كما تشوفو يجيو على هاد الشكل هاد و طريقة سهلة كما تعرفو انا كنجيب لكم الحويج سهلين و مبساطين خليكم معي شوفوا الطريقة غادي نحتاجو في الادوات غا نحتاجو هاد القطاعات هادو لها هاد الشكل غا مقا نوريكم شنو غا نحتاجو و في نفس الوقت و احنا خدامين كما كتشوفو هاد القطاعات خديت القطاعات صغيرة فيهم هي اللي قنقطع بيها باش نبدأ الورودة في الأول و كل ما كتشوفو تفتحوها غا تبقى تكبروا يعني القطاعات يعني انا خدمت بالقطاعات الصغيرة و اللي كبر منها شوية و المتوسطة يعني را نخدم بثلاثة دي القطاعات يعني كل ما كتشوفو تفتحو ذاك الورودة و تكبروها كتزيدوا تكبروا القطاعات حتى هي سوف نقطعوهم على هاد الشكل بعد ما كتسرحوا العجين طبعا و كتدرو فيها بودرة سي ام سي را كنت اشرح لكم سابقا في فيديو اللي وريتكم في واحد طريقة دي الورود أخرى يعني كل ربع عجين السكر كتضيفو لها معلقة صغيرة ديال بودرة سي ام سي و كتدركوها مزيان صافي و تخليوها واحد نص ساعة و تتفاعل مع هادك العجين صافي و تخدمو بها مباشرة فصافي بعد ما سرحت و قطعت هادوك الاشكال به هادوك القطاعات اللي وريتكم هناشي وحدين جوني غلاض ما سرحت العجين مزيان حاولت رققهم شوية غير به هاد الملاسب هاد الشكل هادا من الافضل سرح والعجين تكون رقيقة مزيان باش ما تديروش هاد المرحلة اللي درس انا وهنا غادي نحتاجو هاد هاد البونجة هاده كما كتشوفو خاصة بالورود كيكونو فيها جوج يعني كتكون فيها هاده هاد السرقة و البيضة هاده هي هي كتتحط فيها الوردة يعني من كتكون في هادوك اللي يتيجي ام لف دوكت فلوكا دوكت قيبات كتحطوهم فيها ممكن تهاية تخدمو عليها يعني بحالها بحال البيضة مهم كنحاولو ناخدو كل ورقة به هاد الشكل هادا وكن نرقوها من الجوانب به هاد الشكل في الاول كن نرقوها من الواسط كما تشوفو معي الطريقة به هاد الشكل هادا يعني طريقة مفهومة ما تحتاج الشرح يعني حتى ما خاصكم غير تتبعوا معي وتشوفو كيف شو غادي تفهموه صافي كنبدو بالواسط عاد كنديرو الجوانب هاكا كنديروها ونجيبوها وهي ركز عطينا هاد الشكل هاكك مموج وإلا بويتوا الورقة جيكم يعني غارقة من الواسط ومرفوع من الجوانب غادي تحاولو تضغطو عليها بشكل دائري من الواسط يعني في الاخير بعد ما ترقو الجوانب غادي تضغطو عليها في الواسط يعني بشكل دائري وغادي تعطيكم اذاك الشكل أهم حاجة بشكل دائري من الوردة يعني زوينة وشي بحقيقية يعني ترقو الورقة مزيان يعني يكونوا رقاق مزيان هاكا غادي يجيكم شكل الوردة وزوينة حيث إلا كانوا غلاد ما تجيش مزيانة كما تشوفوا هتديروا ليهم كامل نفس الطريقة يعني طريقة مفهومة هاكين ما نقول هاكين ما نشرح يعني خاصكم هر تشوفوا يعني طريقة الخدمة وغادي تتبعوها سافي أنا أخدمت معكم غير هاد الوردة البيضة أراها نفسها نفس هادوك الغوز اللي كتشوفوا يعني نفس الطريقة نبدأوا بالورقة الولا كان ناخدوها كنتنيوها على هات الشكل هادا ما تخليوهاش مفتوحة بزيف يعني كنتخليوه نقيطة يعني نقيطة يعني نقيطة رقيقة فلوسط يعني دائراركيقة يعني كتبعو صغيرة وراء يعني كتجيب حلما ثلثة يعني ذاك اللي الكتبيران هاكين ما عليش نعرف مش رحليكم يجب عليكم ان تشاهدوا لكي تتبعوا على طريق ثالثة و ثانية هكا كلهم مسدودين ثالثة سوف نبدأوا نفتوحين نحاول نتنيهم هكا في الجواني انا خليت الوريقات باش نشوفوا واحد شوية يعني ما يبقى يعني وشادين فراسهم و نتحكم فيهم يعني نتنيهم يعني دقيقة تعوجوا و في نفس الوقت ما نخليهم حتى يكرموا حيث يكرموا انا غادي تعوجوهم هكا غايتهرسوا يعني كنخليهم انا ينشفوا واحد شوية اما كان جيفين سادسة في كيكونوا يعني بهذا الشكل هذا كنتتحكموا فيهم يعني بلا ما نديرهم يعني بلا ما نحتاج ندير الوريقات كاملين في المعالقة هكا و نخليهم ينشفوا هذي طريقة ديالي يعني انا هادشي اللي كندير كناخد هكا المعالقة كنترسع لها باش كن نتني هذو كل جواني بهذا الشكل هذا كيعطاني هذي الشكل صافي و كنحيدة يعني واحدة بوحدة و كنحيدة يعني كما كتشوفوه ما كتلصق موالو و يعني مرتباش يعني واقفين ضغية كتتحكموا فيهم بالنسبة الورد عندهم عينة الطرق رمزان انا غد نوريكم بزافة طرق انا غدت معاكم بسهلين اه صافي يعني تكا نكملوا الوريقات كاملين بهذا الشكل اوعاد غد نبدأ نجمعوا الوردة المهم جاية الشكلات الورود اللي كنتو شفتو عندي اراني بصورهم لكم ما زال رادي تشوفوهم معي ان شاء الله انا غير كم بدأ لكم بالحاجة السهلة و احنا غالين اراني ندرت لكم فيديو سابق فيه ورود يعني بدون هذي الادوات اللي شوني هنا خدمت بيهم المهم كل مرة غد نحط لكم ان شاء الله طريقة كما شفتو هنا بعد ما كملتهم كاملين نبدأ لسقهم بالساق تايلوز او سي ام سي ما شوية دي الماء نحصل على هذا الساق هذا اللي بحل جيل هو اللسق به يعني كنوضعه في الجوانب نحط هكا الوريقات وحده يعني كنلسقهم غير في الجوانب كما تشوفو طريقة واضحة غد ناخد هنا في الأول ثلاثة الوريقات هم اللي غد نلويهم على هذا هذا البرعم او لا ما اسميته دير الوردة انا لم اعرف تلك الاسماء لا تنسى لي كل شيء يعني اعرفهم من الصغول وصافين اما دابا مع امري ما مشيت بحثت عليهم ولا شي حازم مقيتش عقل الصلاحة كما شفتو خديت ربعات الوريقات وهما اللي دورتهم على الوردة هكا يعني كنخليهم واحد شوية مفتوحين ماشي بحلولين هذو ربع اللولي اللي درنا كلهم مغلوقين هنا يا دربعات تانين مفتوحين واحد شوية يعني ماشي مفتوحين بزاف ولكن مفتوحين من الفوق وكتجي على هذي الشكل هذا يعني كلما انتم كلما الوردة ستكبر ونحنا نفتحوها شوية بشوية وهي ستفتح وكلما كلما ستكفحوها ستزيدوا العدد الورقات هنا هنا اخذت يعني ورقات اخرين سنأخذ ايضا هنا اربعة او ثاني ونلسقهم من نفس طريقة اخرى يعني تحطوا واحدة او واحدة وتلسقوهم بهذا الشكل هذا كما تشوفو هذو هذو مفتوحين على ثاني يعني يجيو طانعين شوية على هذو اللي دنفل الواسط وكما تشوفو هنا كنقوسهم واحد شوية انا كيعجبوني هذو الوردات اللي مقوسين يعني إذا بغيتوهم يبقوا بحالها كمدورين من الجوانب يعني ما غادي يشكوصهم كمدرس يعني هذا يبقى حسب اختياركم الوردة كيف عشو بغيتوها يعني ركاين واحدة الوردة الطبيعية اللي تكون على هذو الشكل هذا يجيو كاملين مقوسين على هذو الشكل هذا وكيبقى ثاني حسب اختيار تلين يعني شوفوا الورد اللي اعطاكم وإذا كان الورد من اختياركم ما غادي يتحكموا فيه كما بغيتو بالنسبة للبنات اللي غادي صونوني على الاتمينة دي الورود بالنسبة الاتمينة دي الورود يعني كسبق على حساب الخدمة كما كتشوفوا رفي تمر على حساب الحجم بغيت نقول لكم كينا موئما غادي نقول لكم الاتمينة ديالي وخاء صراحة 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 فيهم تعب بزيف ولكن انا درت ثمان اللي اختارت انا صغيرين يعني كينين صغيرين صغيرين كينين خمسين درهم كندينو من الوحدة عادي كونو شفتوهم في واحد الكيك ديال المرياج هذو خمسين درهم الوحدة الورودر كياخد صراحة شي تلتيام انا غير كنحاول نبسط ليكم كيفاش تخدموه في نهار واحد هو نورمال مور كتخدموه هذك اللويل وهاذ الوريقات الاخرين كتخليهم حتى كنشفوه باش مني كتدينوهم على الورودر مايجوش لاصقن يعني يجي الورودر مفتحة اكتر ولكن انا كنحاول نبسط لكم هذو الورود هذو انا حاولت نبسطهم لكم باش يجيكم ساهلين يعني وما فيهم اشتمارة يعني ما تجيكم اشتمارة تبقوا يبقوا تابعينكم حتى للغدل المهم باش بلما خربكم تبقوا معي كملوا معي بنفس طريقتان ديلكم ان شاء الله الطريقتان اللي صورت لكم وغادي تشوفو وغادي تفهمو اكتر المهم بلا ليتيج بلا وعلو ركيج وزوينين صافي كما شفتوا هنا اخذت سطل الورودر يعني بنفس طريقة كما قلت لكم كلما تفتحوها كلما تكبروها تبقوا تزيد العدد للورودر وانتوما تلصقوا غير من تحت وفي نفس الوقت تفتحوها يعني كلما الورودر تكبر وهي غادر يعني ما تجيش من جمع وكما قلت لكم هنا اما تقوسوهم بهذا الشكل كما قدرت انا ممكن تخليوهم كما كانوا قبل في الاول وتبقى الورقة مو مواجة سوف يأتي هذا الشكل لهم النهائي كما تشوفو روخة صراحة ما صورت هنا يبقى لي التزوينة وما كنت شعونا نصور كما تشوفو راني ماشي في الكوزينة يعني يعني وكنت عيانة وحتى تليفون قلت نصور لي لها ليها وانا حتى توليكم اذا نتمنى تكونوا سوف تفعل الفيديو ان شاء الله في الفيديو الماجي سوف نشوفو طريقة تزيين هذا القاطع وكيف تلصق هذا الورود الى اللقاء في امان الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر